هنا في هذه المؤسسة الخيرية بصنعاء يقدم العاملين فيها دعما ومساعدة لمرضى السرطان والفشل الكلوي مثل أشجان محمد التي تعجز عن تحمل نفقات علاجها أشجان تعاني من سرطان الحوض منذ عام وقد أوضح طبيب المعالج تدهور حالتها تدريجي دون وجود تراجع للورام رغم جلسات الكيموي المتكررة إضافة لفقر الحال وانقطاع السبول المؤسسة تقدم خادماتها لمثل أشجان بشكل مستمر مما يسهل على المرضى أخذ العلاج دون الخوف من النفقات الباهظة موفرة للطعام والمأوى للمرضى خاصة للقادمين من خارج سنعاء ولا يستطيعون دفع إجارة السكن أو حتى إطعام أنفسهم والمرافقين لهم فالمؤسسة تخفف من عاثر المريض خاصة للقادمين من خارج سنعاء لأنه يأتي من حافظة أخرى من حجة أو من أي محافظة أخرى يأتي من أهل صديق ولا صاحب في صنعاء لا يأتي حتى خلوص في جيبه يعني يسترف فالمؤسسة تكفل في أكله وشربه وباص يوصل المرضى من المؤسسين إلى المركز كثير من الحالة المرضية التي ترعاها المؤسسة تندرج تحت وصف الحالة المعقدة التي تطلب جراحة دقيقة لا يتم إجراؤها عادة في اليمن بسبب ظروف الرعاية الصحية السيئة حيث أن صراع الدائرة وإغلاق الموانئ يمثلان عقبة كبيرة أمام السفر فضلا عن الصعوبات المادية التي يواجهها المرضى رئيس المؤسسة واثق القرشي قال إن المؤسسة تحصل على تمويل من خلال شركات مع منظمات محلية ودولية ومن تبرعات فاعلي الخير هذه المؤسسة التي تخفف من معاناة المرضى خاصة السرطان أو الفشل الكلوي للقادمين من محافظة أخرى على الرغم من كل جهودها المبذولة فإنها تطالب بتوفير رحلة علاجية للخارج لمرضاها نظرا لنعدم توفر خدمات العمليات الدقيقة في البلاد